بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة النهاردة عن حاجة اسمها الاستخدام الامثل للباندويتس بتندرك طبعا تحت مهمة جدا اسمها طبعا المالتبليكسين والسبريدينج انا بعتبر ان المالتبليكسين كconcept او كterminology الناس بتستخدمه هي مش بس بيخدم الناتورك او الناس اللي هم خارجين حاسباته معلومات ووذكاة اصطناعي لا ده كمان بيخدم الناس اللي هي الناس اللي هي بتبقى شغالة اكتر في لان هو بيفهم اللي هو الحاجة ما خلف المشاة زي ما بيقول طبعا كنا اتكلمنا وفهمنا معنى كلمة وانا طبعا يعني ان هو كلمة ان انا بقول ان انا بجمع اكبر اشارات كتيرة جدا واخرجها في جهد واحد وبعد كده برسلها لشانل عشان اقدر ارسلها لشانل بعد كده بعمل باخد الاشارة وابدأ ارجعها تاني لاصلاع عشان اقدر استخدم الاشارة بشكل امسي اه طبعا البندويتز البندويتز لما تحضير ده الوايز يوز الوايز يوز أوف اباليبل بندويتز بالمجب كبير الوايز يوز معناه ان انا بستخدم الاستخدام الامثل او الاستخدام الحكيم عشان خاطر ان انا اعمل ازاي اباليبل بندويتز انا بابدأين من الاشارات الكبير فأنا بالBandwidth Utilization هو الاستخدام الأمثل للBandwidth عشان أحقق أغراض معينة الأغراض المعينة دي هي الEfficiency اللي هي الجودة والEfficiency دي أو الكفاءة دي بتتحقق بالMultiplexing بحقق جول تاني مهم جداً اسمه الPrivacy الPrivacy ده اللي هو الخصوصية وطبعاً بحقق أهم حاجة في signals عموماً اللي اسمها الAnti-Gaming اللي هو معناها اللي هو عدم تداخل الإشارات بينها وبين بعض لأن تداخل الإشارات بينها وبين بعض بيعمل مشكلة كبيرة جداً وبالتالي الإشارة ما بتوصلش أو ما بتتفهمش بشكل معين طيب مفهوم المultiplexing اللي هو بيحققها للEfficiency ده اللي هو إيه؟ إن أنا بيبقى عندي إشارة من channel معينة إشارة واحد إشارة اتنين إشارة دلاتة الإشارات دي بتدخل على حاجة اسمها المultiplexer المultiplexer ده بيعمل لها efficient use بيجمعها في خارج واحد وتبدأ يمشيها في channel وبعد كده بيحصل إن هو بييجي عندي دي مultiplexer بقى اللي هو بيبدأ يفكها طيب هنا في السلايد دي هو بيقول لك يعني أنا دلوقتي عندي ده أكبر من البندويتس اللي أنا محتاجه The link can be shared The multiple is the set of techniques allows the transmission of multiple signals across a single data link فأنا إزاي إن أنا بعدي multiple signals across single data link في link واحد فأنا عندي كذا signals اللي بعمل بجمعهم وببدأ أمشيهم في single data link بالشكل ده إن أنا عندي N input lines ال N input lines دول طبعا signals signals دي بتخش على المultiplexer بيخرج لي link واحد من ال lines دول بيخرج لي link واحد ببدأ أمشيها في channel بعد كده بدخل على D-multiplexer D-multiplexer بيرجع يفكهم تاني وبالتالي بعد ما بيفكهم تاني يبدأ يرجعهم تاني لأصله عندي المultiplexing هو متقسم أو تأسيمة إن أنا بعمل المultiplexing technique ده متقسم لثلاث أنواع ده اللي هنبدأ نبص عليه حاجة اسمع ال Frequency Division Multiplexing حاجة اسمع ال Wave Length Division Multiplexing حاجة اسمع Time Division Multiplexing ال Frequency وال Wave Length ثم بيتعاملوا من لي مع ال Analog Signals وال Time Division Multiplexing بيتعامل مع Digital Signal طب ليه هنا ال Frequency بيتعامل مع ال Analog لأن ال Signals في ال Analog ملهاش نفس ال Frequency ال Frequency أو تردداتها مختلفة غير متساوية وبالتالي ال Frequency Division Multiplexing لو عايزة أمرر كذا Analog Signal يبقى لازم ألجأ للحل اللي هو Frequency Division Multiplexing لأن ال Analog Signals تردداتها غير متساوية كذلك برضو في ال Wave Length اللي هو طول الموجة نفسها أو السيجنال نفسه عامل ازاي؟ بالنسبة لل Digital اللي أنا بلجأ لل Time Division لأن عندي ال Ampitude بتاع السيجنال بيسويتش من 1 ل 0 فهو Frequency نفسه معروف تردد بتاعه فأنا بلجأ للحل إن أنا عندي القيم المتساوية بتاعت ال Frequency ولكن بلجأ للحل اللي هو ال Time نفسه إن السيجنال نفسها بتتغير بمرور الوقت والزمن وبالتالي Time Division Multiplexing بيتعامل مع Digital قوائل إن ال Frequency وال Wave Length بيتعاملوا مع ال Analog طبعاً أنا عندي Frequency Division Multiplexing هنا التمييز ما بين كل إشارة والتانية بيبقى بيبقى بالتردد طالما أن أنا قسمت بقسم يعني Frequency Division Multiplexing معناها إن أنا بقسمت الإشارات التردددات مختلفة يبقى أنا كده لجأت لي Frequency Division Multiplexing يبقى أنا عندي هنا Frequency Division بلجأ له لما بيبقى عندي مجموعة إشارات التردددات بتاعتها مختلفة محتاج إن أنا أعمل لها Multiplexing وبالتالي برجأ لل Frequency Division Multiplexing لو إحنا بصينا للشكل ده إن أنت عندك هنا إيه اللي بيحصل إن أنا عندي Inputs مختلفة ال Inputs مختلفة دي أنا عايز أمررها في ال Channels وبالتالي أنا عندي أكتر من Channel موجودة Channel 1, Channel 2, Channel 3 ال Channels دي أنا ببدأ أمرر فيها ال Inputs بتاعتي وبعد كده بيعمل دي Multiplexing ويرجع لي ال Output Lines مرة تانية طيب Frequency Division Multiplexing لو إحنا لاحظنا في ال Definition بتاعه هو كاتب كلمة Analog فهو من اللي بيتعامل مع ال Analog فهو عبارة عن Analog Multiplexing Technique بيكمباين ال Analog Signals بيكمباين يعني إيه يعني بيخليهم بشكل متحد بيخلي السيجنال دي يعمل لها عملية Combining يعني بيخليها كلها في شكل موحد لو إنت لاحظت في الفيجر ده هتلاقي إن أنت عندك السيجنال دي واخد شكل والسيجنال دي واخد شكل مختلف والسيجنال اللي بعدها واخد شكل مختلف فبيعمل حاجة اسمها ال Baseband ال Baseband يعني إيه يعني نطاق لكل إشارة بيتروح منه طبعا لأن أنا عندي عندي الإشارة مستواها ما هواش ثابت يعني طالع نازل فهو ده Frequency يعني ما ده تاخد في الترددات لحد ما توصل ما بين السندر وي إرسيبر فبيعمل فبيلجأ لحاجة اسمها ال Baseband ال Baseband ده معناها إيه نطاق الإشارة إن أنت بتحط نطاق للإشارة الإشارة دي من كذا لكذا من رقم لرقم وبالتالي هو ده ال Baseband إيه وإحنا بصينا هنا إن شكل الإشارة ده في الآخر بيتعمل له Medulation طبعا كارير F1 ده اللي هو Frequency 1 Frequency 2 Frequency 3 بيدخل على ده بيدخل بعدها على ال Plus ال Plus دي اللي هي بيحصل لها عملية Summarization بيبدأ يجمعهم وفي الآخر بيبدأ يخرجها في شكل موجة واحدة الموجة دي هي Multiplexed Signal بعد كده طبعا بيتعمل لها حاجة اسمها Filter Filter يعني إن أنا عايزة أرجع الموجة تاني لأصلها فبعمل برجع ال Multiplexing هناك كنت عملت Medulation هنا بعمل دي Medulator فببدأ أرجعها تاني لأصلها بالنسبة للإجزامبل إذا عندنا أقول الإجزامبل هنا بيقول لك Assume إن أنا عندي Voice Channel ال Voice Channel دي occupies bandwidths of 4 كيلوهيرتز وأنا محتاج إن أنا أعمل Combine 3 Voice Channels into a Link 3 Voice Channels يعني أنا عندي ثلاثة Signals عايزة أعمل لهم Combine عايزة أعمل لهم Multiplexing طبعا ما إن أنا أقولت كلمة Combine يبقى أنا كده ذكرت إن أنا عايزة أعمل Multiplexing عايزة أجمعهم with bandwidths of cam اللي هو 12 كيلوهيرتز from 20 لي 32 كيلوهيرتز بيقول لك قررين configuration ويه الفريكونسي دومين الحيث التردودي بتاع يعني بتاعك دي كلمة مهمة جدا جدا ولازم الناس اللي بتتعامل في السيجنال زي بتبقى فهمها طبعا كويس جدا يعني معناها مسافات فاصلة ما بين كل سيجنال وسيجنال تاني يعني انا ببعت سري سيجنال سري سيجنال ببعض فانا مش ببعت التلاتة لازين في بعض بعمل حاجة اسمها جارد باند جارد باند يعني انا ببعت السيجنال الاوليه واستنى شوية ده الجارد باند وبعد كده ابعت السيجنال التانية ده الجارد باند وبعد كده ابعت السيجنال استنى شوية وبعد كده ابعت السيجنال التالتة وده الجارد باند فالجارد باند هي الفواصل ما بين كل سيجنال والسيجنال اللي وراه وبالتالي الفواصل ما بين كل سيجنال والسيجنال اللي وراه بيسموه الجارد باند طب انا في الامر ده عايز يقول ايه الامر ده هو بيقولك ان هو عنده البندويتز بتاعته 4 كيلو هرتز 4 كيلو هرتز وانا محتاج ان انا الوحدة 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 بتاكيوباي 4 كيلو هرتز وانا عايز اكمباين 3 voice channels هي 3 signals في لينك معي لينك اللينك دي البندويتز بتاعتها 12 والبندويتز بتاعي من 20 ل 32 لو انا طرحت 32 ناقص 20 هيديني الى 12 فمعناها الترددات بتاعتي بتبدأ من 20 ل 32 معناها ان البندويتز بتاعي 12 اللي هم الدهاري الحاجة التانية ان السيجنال الاولية والسيجنال التالية والسيجنال التالتة كل واحدة في يوم 4 كيلو هرتز بس ما فيش جارد بند ما بينه وما بين بعضهم البعض لو انت بصيت هنا هتلاقي ان هو هنا عمل ايه السيجنال الاولانية كل سيجنال منهم احنا قلنا البندويتز بتاعهم 12 وعمعية 3 voice channels كل واحدة في يوم البندويتز بتاعتها 4 فمن 0 ل 4 بس انا عندي ببدأ من 20 لحد 32 من 20 لحد 32 فهو انا عمل ايه؟ 20 لحد 24 بعد كده 24 ل 28 بعد كده 28 ل 32 بعد كده عمل لهم summarize ووديهم للشكل اللي هو ده من 20 ل 32 22 لو انت لحظت سيجنال الزف بعض الزف بعض ده معناها ايه? معناها ان انا هنا مفيش Гرذبان طبعا من ضمن المعلومات اللي يلازم الناس بقى عارفها ان الجارد بند ده ميزة مش عايبة الجارد بنده ميزة مش عايبة ليه ايه مميزات المميزات المميزات ان هو بيستخدم عشان بيدي سهولة ليه فصل عن بعضها البعض والحاجة التانية ان هو بيخليك ان هي مفيش اشارات بيحصل فيها ما بينها ومن بعضها تداخل فبيمنع عملية التداخل بتاعة الاشارات مع بعضها البعض آآ الاكزامبل اللي بعد كده الاكزامبل اللي بعد كده اكزامبل آآ آآ هو بيقول هنا ان انا عندي الفايف تشانلز دول الفايف تشانلز دول آآ كل واحدة بيهم عندهم آآ ميت كيلو هيرتز طبعا دول هيحصل لهم ملتي بليكس اللي هو التداخل ما بينهم وما بين بعض طب هنا اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان انا عندي خمسة تشانلز الخامسة تشانلز دول كل واحدة كل تشانل منهم ليها باند ويتز بمية يبقى انا اول حاجة هعملها وحديجي في بالي ان انا هضرب الخمسة في المية فيديني الباند ويتز بتوع اللي هي مجمعة لكن هنا ان انا عندي الجارد باند وفي عشرة بتوين تشانلز يعني بين كل تشانل وتشانلز انا هبقى بس هيبقى فيه تردد زمني او فاصل هو واخد من الباند ويتز بتاعي اللي هو كان عشرة كيلو هيرتز طب اعمل ايه طبعا انا عندي خمسة تشانلزي الفواصل اللي ما بينهم كان اربعة مش خمسة فهضرب الاربعة في العشرة بلاس الخمسمية اللي انا حسدتهم يديني خمسمية واربعين كيلو هيرتز ده اللي هو الشكل ده يبقى الجارد باند هنا ده عندي النطاق او النطاق انا بقدر ربعت فيه ان انا عندي دي واحدة مية بعد كده باستنى عشرة بعد كده باستنى عشرة بعد كده مية مية فهضرب المية في الفواصل اللي هي عشرة جارد باند ما بين كل واحدة والتانية فه هيديني خمسمية واربينة اه الاكزامبل اللي بعد كده ده هو برضو تكملة لي زي اكزامبل اه تو ما فيش فيه اي اختلاف خلاص طبعا اكزامبل اخر اكزامبل فيه المحاضرة هو اللي هو اه رقم اربعة اه ده فكرته بس مختلف شوية عن الاكزامبل اللي فاتت انى هو انا اه عايز يحسب الباند وتس بتاع يعني هو انا انه مديني الباند ويتس الباند ويتس عشان اعمل sending مديني نطاقين يعني هو انا بيقولي تو بنز فهو بيقول ان انا عندي الموبايل سيستمز دول التليفونات المحمول دي بيستخدمه تو بنزة تو بنز يعني نطاقين نطاقين للاشارة فيه نطاق ليه استقبال الإشارة ونطاق لإرسال الإشارة. النطاق الأولاني بياخد حيز أو بياخد البندويتس بتاعه عرض النطاق بتاعه من 824 ل 849 ميجي هرتز. فده أنا باستخدمه لإرسال الإشارة. وبعد كده عندي نطاق تاني ترددي بيبدأ من 869 ل حد 894 ده لإستقبال الإشارة. ده كل يوزر عنده ثلاثين كيلو هرتز. طب هو كم عدد الناس اللي تقدر تعمل مكالمات تليفونية محمولة في نفس الوقت. طبعا هي فكرتها ان انت بتبدأ تقسم النطاق النطاق الترددي اللي هو اللي هو ده اللي هو خمسة وعشرين ميجا هرتز لو انت طرحت الرقم ده ناصر الرقم ده هتديك خمسة وعشرين ميجا هرتز وكذلك برضو في الناحية التانية ده هتديك خمسة وعشرين آآ ميجا هرتز. لو طرحت النطاقين هتلاقي ان هو بيديك خمسة وعشرين ميجا هرتز كباندويتس للإرسال وخمسة وعشرين ميجا هرتز كباندويتس للإرسال. الاستقبال سوري. وبالتالي انت لو قسمت الخمسة وعشرين على التلاتين هيديك عدد اليوزرز اللي هم عدد. طبعا فيه تكميله هو كان كتبها في الكتاب. بس دي يعني ما هياش بالنسبة لنا. ان هو بيقول ان في بعض الشبكات المحمولة هي بتستخدم مش كلها بتستخدم دي الفون يوزرز. بكده نكون خلصنا اول جزء من المعادرة اللي بنتكلم فيه عن وبعض الامثلة اللي احنا قدرنا ان احنا نغطيها بحيث من الكتاب طبعا ان هو نقدر نشوف بها او نفهم بها مع الاتجاهات المختلفة او المختلفة للمالتي بليكسينج. شكرا جزيلا لحضراتنا.